بتدور على موقع يعمل لك فيديوهات احترافية بالزكاة الاصطناعية. موقع يعمل لك تأثيرات على صورك ويحولها لفيديوهات. موقع يقدر يحول اي نص او صورة لفيديو. موقع منافس وكل مواقع انشاء الفيديوهات بالزكاة الاصطناعية. في الفيديو ده هرجع معاك اخر تحديثات موقع اللي بحرفيا بيعمل فيديوهات احترافية جدا. والجميل كمان ان الموقع بيديك استخدام مجاني. يومي تعمل بيه فيديوهات. فالحق بسرعة اشوف الفيديو واجرب الموقع بنفسك. لو انت مهتم دوس لايك ويلا بينا نبدأ. اهلا بيكون في فيديو جديد واشرح جديد لموقع بيكس فيرس. يمكن دي مش المرة الاولى اللي اشرح فيها موقع بيكس فيرس. لكن انا شرحته قبل كده بالتفصيل. ولكن مع الوقت بيحصل ان بيكون فيه تحديثات ولازم ان احنا نشرح تحديثات دي عشان الناس اللي مش عارف تستخدمها. او اللي ممكن الناس تشوفوا الفيديوهات القديمة تجي تفتح الموقع تلاقي الشكل مختلف تماما. فلازم نكون مواكبين دي التحديثات دي. اللي بعارفين ازاي ان احنا ممكن نستخدمها. نبدأين كده موقع هو من ادوات اللي ممكن تولد بيها فيديوهات باستخدام ازاكية الاصطناعية ومؤسرات بصرية. اه فيها بعض التفاصيل الكتير اللي ممكن تساعدك في ان انت تعمل فيديوهات حلوة لزيزة تستخدمها في شغلك في الاعلانات. في حاجات كتيرة جدا. استخدام اه الواجهة الرئيسية لموقع بيكسي ميرس بسيطة جدا. هو هنا بيعرض لك الفيديوهات اللي تم انشاءها باستخدام الموقع واللي انت بكل بساطة تقدر لو ضغطت على اي فيديو هيزهر قدامك تقدر ان انت تعرف التفاصيل الكاملة خاصة به. مسلا لو ضغطت على اي فيديو من الفيديوهات دي. هطلعز هنا طبعا هو عمل الفيديو وعملها بمؤثر صوتي كمان. وده طبعا هيكون مقارنة يقدر يعمل لك اه يعني هنا زي ما احنا شايفين قدر ان هو اه يعمل مؤثر صوتي ولكن موضوع كلام والصوت ده هو اللي اعتقد ممكن يكون مش متاح فيه. هنا طبعا زي ما احنا شايفين بيكتب لك هنا تفاصيل الفيديو زي والديتيلز الخاصة به زي الموديل اللي تم استخدامه والابعاد وكل التفاصيل حتى رقم السيد لو انت عايز تثبت الفيديو او تعمل حاجة مشابهة. ده بالنسبة للحاجات اللي هتظهروا قدام. عندك هنا برضو تحت المستطيل ده اللي فيه الشغل كله. انا نكون تشارح المستطيل ده بكل التفاصيل اللي فيه قبل كده. فانا هسيب لك الرابط الخاص بالفيديو ده بحيث لو انت عايز تفهم كل الحاجات دي. لكن انا بس عايز اراجع معك الحاجات الجديدة والتحسات الجديدة. احنا طبعا في العادي ان احنا عارفين ان هنا بيقول لك لو انت عايز تحول النص الى فيديو او الصورة الى فيديو. الجديد هنا هو عمل موديل جديد اسمه لو ضغطت هنا هو كان ابتده او كان اه في موديل ممكن في موديلات اعادة من كده بس هو هنا كان فيه اخر حاجة كنت شرحتها كان الفيرجين فور. وهنا عمل لك الفيرجين فور بوينت فايف. قالك ان ده هيكون جودة اعلى. وبيسابورتينج فيوجين. وبيقدر كمان يتحكم في حركة الكاميرا. فهنا بصراحة الموديل ده قوي جدا. وهو اصلا بدأ يطور من نفسه جدا. بالاضافة طبعا ان انت عندك الحاجات دي كلها زي ما قلت لك هتظهر في الفيديو اللي هنشرحه قبل كده. تمام? بالاضافة كمان عندك هنا فيه بيزهر فيها يعني حاجات اللي هي بنسميها مؤثرات ضف مؤثرات كتير قوي. يعني كنا في حاجات كنا شرحناها قبل كده اللي هو مسلا تلاقي اتنين مسلا بيسلموا على بعض اللي هي التفعيص الصغيرة دي. لكن هنا اعتقد ضفه حاجات كتير قوي زي والحاجات الشابه دي كلها. طبعا الحاجات دي بيستخدموها مسلا لو حد عايز يعمل اعلان عايز يعمل تأثير. ممكن واحد مسلا يبقى اظهر في فيديو ففجأة لقيه تغير تماما او حصل اي تغيير في شكله. لكل الحاجات دي بيستخدموها بالشكل ده. طبعا لازم تستخدمها استخدام كويس. عشان بقى تستخدم الموقع فانت بكل بساطة لازم يكون عندك ايميل في الموقع. بتسجل ايميل عن طريق تضغط على وبعد كده بيزهر لك هنا الايميلات اللي ممكن تسجل بها. سواء عن طريق الجوجل او 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 لو ضغطت على بتقدر تضيف اي ايميل تاني انت عيسوا. انا اللي اسهل بالنسبة لي جوجل فهضغط على جوجل واختار الايميل بتاعي وتلقيا هيفتح الحساب في الموقع. لان انا كنت عامل الحساب ده قبل كده فهو بيديني هنا سبعين كريديت او ستين كريديت يوميا اقدر تستخدمه بشكل مجاني لكن اول مرة هتعمل فيها حساب بيديك حوالي مية وعشرين كريديت تقدر تستخدمه بشكل مجاني وبتتجدد يوميا. طبعا الكريديت دي مستقبلة ممكن ان هي توقف لان في المواقع دي بسياساتها بتتغير مع الوقت فانت ممكن تكون دلوقتي بتتفرج على الفيديو وتلاقييني بشرح لك وباستخدمه بشكل مجاني وتيجي بعد شهر تلاقيه مش مجاني. وده بينطبق على اي موقع ذكاء اصطناعي. بكل بساطة طبعا نقدر ان احنا نجرب الموديل الجديد لو ضغطنا على كريديتها يحاولك على الصفحة الخاصة بيك برضو. واللي بيبقى فيها تفاصيل اكتر شوية او بشكل اكبر شوية. ده كل تفاصيل المستطيل اللي كان تحت ولكن شكل مكبر شوية. بالاضافة هنا ان انت عندك على الشمال هنا هيقول لك انت عايز اجيب لك لو انت عايز اللي هي المؤسرات اللي انت عايز تعمل اي حاجة من الحاجات اللي انت عايزها دي تقدر تعملها. حتى لو عايز تعمل هنا تقدر تعملها. هو الحاجات دي اغلبة هكود شرحها قبل كده في الفيديو تاني. عيب النسخة المجانية وده اكبر عيب بصراحة ان هو بيعمل لك الجود ضعيفة جدا. ولكن لو انت هتعمل جودة عالية فانت هتحتاج ان انت تكون مشترك في الموقع بفلوس طبعا. وده هيفيد جدا للناس اللي بتعمل فيديوهات كتير او بتعمل فيديوهات احترافية او ما شابه لتالك. تمام? فاحنا بنيجي هنا طبعا بنختار الموديل بتاعنا لو احنا هنحول آآ نص الى صورة. نختار الموديل بتاعنا. عايزين نتجرب الموديل الجديد. تختار عدد الثواني هنختار خمسة عشان مش عايزين نستهل الكريدت كتير. ممكن نختار تمانية طبعا متاح لك بس بحالة ان انت هتختار اكتر هيزود معاك الكريدت اللي هتستخدمه. كمان بتتحكم في البعد جايب لك هنا البعد اللي هو الطويل العريض. اربعة تلاتة واحد واحد مربع تلاتة الاربعة تسعة الستاشر لو هتعمل الموبايل. كمان هنا اضاف لك ان انت ممكن تتحكم في الكاميرا. فجايب لك هنا اكتر من شكل عايز تعمل الكويكلي بول قوت والبوش ان والحاجات كلها بتختار الشكل اللي يعجبك. هو ممكن ينفزه لك على الفيديو بتاعك. كمان هنا. ممكن تفعله في كمان يعني ازا معناه هنا ان هو ممكن كمان ان انت تتكلم عادي بس هل هو بدعم اللغة العربية او لا? ده بصراحة انا مجربتهش. فتعال كده نجرب. هنا كمان نقدر تتحكم في عدد اللي هو الفيديوهات اللي ممكن نعملها. معاك لحد اربعة. وكمان في جايب لك اللي هو العادي لو انت عايز الحركة تكون يعني سالسة. بالاضافة كمان رقم السيد لو انت عايز تتحكم في رقم السيد تخليه سابت. بحيث ان انت يعني يعني ممكن تكون محتاج تعمل تثبيت للشخصيات في الفيديوهات اكتر. فتعال كده نرجع بقى هنا نشوف المهم. المهم هنا ان احنا هنيجي محتاجين ان احنا آآ نحول نص الى فيديو. فبنكتب بتاعنا هنا او الوصف بتاعنا هنا. عشان نعمل انشاء. هضيف هنا لنحلة معمولة باسلوب تكون ان شاء لها اللي هو فنجان قهوة. وتكون حاجة شابه لحقيقة شوية. هنختار كل التفاصيل بتاعتنا. وكمان ممكن نضغط على لو ضيفنا هنا هتلاحز ان هو هيزود عشرة كريدت فده خلي بالك برضو. وهنا كمان بيقدر يكتب لك الوصف تكتب الوصف اللي انت عايزه عشان يحاوله. فانت ممكن تكتب الصوت نحلة مسلا. تمام? فانا مبلاش ان احنا نستاركها ونوفر كريدت ونبقى تبقى انت اتجربها براحتك. وهنضغط بعد كده على بعد ما نزبط كل حاجة. وتعال نشوف التصميم او الفيديو هيطلع معنا ازاي? هنا على طول هيبدأ ان هو يعمل للفيديو. على فكرة كان بيعمل اسرع من كده بس انتش زي ما انتم شايفين هو برضو سريع. دي مزة موقع ان هو سريع. بس عشان الموديل ده جديد فبيبقى محتاج بوقت شوية. ازاي احنا شايفين هو بالزبط ممكن ياخد حوالي مكملش. يعني مكملش خمس عشر خمس تاشر ثانية. فتعالك كده نفتح الفيديو بتاعنا. اهو. نحن لو بتشرب قهوة او فنجان قهوة. حلوة. لذيذ. عجبني. وبرضو طبعا لكم الحكم. الجاون ده نعرف انها ضعيفة بس نقدر نحامل الفيديو على هذا الاساس. تقدر بتعمل الفيديو باي موقع تاني. ده بالنسبة لو احنا هنعمل نص الى فيديو. اوكي. تعال برضو نجرب نعمل حاجة تانية. ازا كنا عملنا نص الى فيديو تبتعى نشوف الصور وصلت لحد فين. هضيف انا صورة للموقع بس خلينا نرجع هنا وهضيف صورة هنا. والس انا هضيف الصورة بقى صعبة شوية. ايه هي الصورة الصعبة? عاوز ان انا اجيب مسلا صورة شابه دي. دي داخلة القناة بتاعتي. وعايز اطلب من ان هو يعمل ليها موشن جرافيك. فانا هاجي هنا هضيف الصورة وهكتب ايه? موشن جرافيك. بالشكل ده. يعني عايز ايه? يحول هالي لحركة. تمام? اه طبعا نفس التفاصيل وكل شيء. ممكن كمان هنا لو في فرصة ان احنا نضيف صوت تعالى نضيف صوت اهو. وهنقول له ايه بقى? صوت موشن برضو. موشن جرافيك. لعله عسى ممكن هو يعمل لنا صوت مناسب. وبعد كده بكل بساطة هضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو ينفس. اتمنى طبعا ان هو يعمل حاجة حلوة. لو عمل حاجة حلوة يبقى انت كده عندك فرصة ان انت ممكن تعمل موشن جرافيك. لاي حاجة او تحرك اي حاجة او تعمل داخلات قنوات. بكل بساطة باستخدام مواقع شابه دي. وتوفر على نفسك مجهود سنين. مجهود شك جدا يعني. تعال نشوف النتيجة الاول مرة. مش بطلة هو عامل صوت غريب شوية لكن عامل حركة في البتاع دي لزيزة قوي. ممكن بقى احنا نتحكم في الحركة لو كتبنا تفاصيل اكتر. يعني ده برضو انت ممكن تعمله. فالنتيجة مرضية برضو مش وحش. عايزين نعمل تجربة كمان بس طبعا الكريديتس اللي معايا مش هتكفي اعتقد. لان احنا ممكن نعمل آآ اللي هو عايزين نجرب جديدة بقى نعمل حاجة من الحاجات دي. فعايزين نجرب حاجة جديدة يعني بس ان احنا زي ما احنا شايفين هنا عندك هنا النحلة اللي بتطير ديت او الحاجة اللي بتتحاول لنحلة بتطير. عندك حاجات كتير ممكن تجربها. اللي ركب هنا او اللي بيرقص هنا او اللي ركب الكلب اللي بيلبس بدلة. حاجات لذيذة اوى. هنختار احنا حاجة بسيطة خالص. هنجيب هنا. تعال نجيب اللايون دي لأ عملتها قبل كده. هجيب مسلا هنا النحلة. هنضغط عليها بالشكل ده. وهجي هنا طبعا ارفع الصورة. هجيب اي صورة ليه وارفعها. هختار مسلا الصورة دي وضغط على اوبن. ودعا نشوف هيعملها لنا ازاي. في حاجات لذيذة اوى بص يعني الفيديو اللي زهر قدامك ده فضيعة. عربية بتسابق مع حصان وحاجة فضيعة. تمام كل كل شيء تمام هنا هضغط دلوقتي على هيستهلك ما هي عشرين كريدت كويس او هيكفي. بتاع نشوف النتجة هتكون عاملة ازاي. للأسف الشديد. قال ان انا لازم اشترك في الموقع رغم ان انا لسه عندي كريدت. فوضح كده ان مش كل حاجة هنا بتبقى مجاني. بس انت طبعا تقدر تجرب ان انت هتعمل فيديوهات. وعطاك ان انت لو جربت تعمل بتأسرات تانية ممكن تشتغل معك. ديك انت احدثات موقع ممكن تجربها دلوقتي وممكن تشوف الفيديو اللي انا كنت عامله قبل كده كان فيه تفاصيل اكتر بكتير وشرح لكل الاستخدامات المفيدة جدا. اللي ممكن تستخدمها صح في هامل فيديوهات احترافية. انا اتمنى هيكون عجبك الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تسيب لي رايك في تعليق. ولو انت مش مش تترك في القناة تترك دلوقتي افعال زي الجرس. عشان يوصلك الشعر بكل وفي ذات نقناه. السلام عليكم.